إلى الشأن السوري الآن فمنذ أسابيع تستمر المفاوضات بين فصائل سورية مسلحة وممثلين عن كل من النظام السوري وروسيا في أنقرة وبين يوم وآخر تتسرب تفاصيل عما يجري وراء الكواليس الأبرز فيها مقترح روسي لوقف إطلاق نار شامل في سوريا يستثني النصرى وداعش ويفضي إلى عملية سياسية آخر المسجدات جاءت من أنقرة التي قالت أنها وموسكو توصلتا إلى تفاهم تطبيقه قريب جدا ويفترض أن يبدأ خلال ساعات لكن موسكو أبدت استغرابها لأن ما لديها من معلومات بشأن الموضوع غير كافية غمض أقرب للتضارب في هذه التصريحات يوحي بأن كل طرف يحاول فرض رأيه على مجريات التفاوض التي تسبق مؤتمر أستنى أو يظن أنه حقق ذلك تحاول روسيا جاهدة تنسحب بساطح للأزمة السورية شرقا حتى اللحظة يمكن القول أنها نجحت في تجهيز طاولة المفاوضات في أستانا وإزاحة شريكها وندها الأمريكي من دفة إدارة الأزمة لكن العقبة الكبرى أمامها هي إقناع الحضور صحيح أن موسكو حددت لائحة المدعوين وأرسلت الدعوات لكن الاستجابة ليست بيدها بدأ إعلان الاتفاق التركي الروسي مؤشرا إيجابيا على تقدم سلس للخطة الروسية خاصة وأن روسيا ضامنت حليفا مهما في المعسكر الغربي وحلف النيتو إلى جانبها كيف لا؟ وتركيا رأت كفة مصالحها أثقل شرقا بعد أن تهاونت واشنطن في التعاطي مع الأزمة السورية حتى أنها ساندت الأكراد أعداء أنقرة لكن تغير موازين القوى هذا الذي رحبت به حتى المعارضة المستثنات من اجتماع أستانا المتمثلة في هيئة المفاوضات السورية قد لا يدوم طويلا على الأقل حتى تتسلم إدارة ترامب زمام الأمور ويتضح خيرها من شرها في الملفات الدولية على رأسها سوريا لكن حتى ذلك يتوسم كثيرون اليوم خيرا في التقارب والاتفاق التركي الروسي حتى أنهم وضعوا جدولا زمنيا لبدء تنفيذها مع أن تركيا أعلنت عنها وروسيا نفت وجودها والحديث هنا عن اتفاق وقف إطلاق النار في الأراضي السورية باستثناء الغوطة الشرقية ستناء كفيل بعرقلة الاتفاق إن لم يضف إليه رفض فصائل المعارضة الشروط الروسية بتحديد مواقع جبهة النصر من أجل قصوها إيران هلت استثنيت من الاتفاق الروسي التركي بشأن إجلاء سكان شرق حلب فردت نفسها من شديد في اجتماع وزراء الخارجية بموسكو وحسب تسريبات الاستعدادات لأستانا ما ترتبه موسكو وأنقر من جهة تبعثره طهران من جهة أخرى فبعض مصادر المعارضة السورية المسلحة قالت إن القسم الأكبر من الفصائل التي كانت روسيا والتركيا تريد ضمها إلى محادثات أستانا تراجعت عن المشاركة وذلك بسبب إصرار طهران على وضع فيلق الشام وأحرار الشام واجيش الإسلام في خانة التنظيمات الإرهابية كما أن مصير الفصائل الكردية غير واضح من جهة هي تمثل قوة على الأرض وتستجيب لشروط ضيوف روسيا ومن جهة أخرى لا يمكن أن تجلس إلى نفس الطاولة مع تركيا أما الشق الثاني من الاتفاق الذي أعلنت عنه تركيا هو سياسي فلا يبدو أنه سيرى النور رغم هموض تفاصيله يكفي أن الخارجية التركية قالت إن وجود الأسد في المشهد الانتقالي لسوريا أمر مستحيل حتى توضع نهاية لأي اتفاق محتمل وبناء على كل ما سبق لا يبدو أن روسيا قد تنجح في تجاوز مرجعية جونيف التي سبق وأن وافقت عليها بل يبدو أن روسيا تعي جيدا أنه بالشروط والتوافقات الحالية لا يمكن الخروج من أستانا باتفاق قابل للتنفيذ لكن موسكو لم تحدث هذه الجعجعة دون طحين وواشنطن لن تتفرج عليها وهي التحصد ما ظنت أنها تزرعه منذ سنوات كل يوم إذن تتكشف تفاصيل جديدة عن المفاوضات الجارية في أنقرة بين ممثلين عن الفصائل السورية المسلحة وممثلين عن النظام السوري وروسيا آخر ما رشح من هذه المفاوضات يجملها لنا الآن يوسف يوسف واضح أن هناك على الأقل تصريحات تبدو متضاربة الأتراك يقولون هناك وقف لإطلاق النار سيبدأ هذه الليلة الروس لا علم لهم بهذا الأمر ودماشق تقول أن ما يتم التوصل إليه في أنقرة سيعرض على الحكومة السورية أولا من أجل أن توافق أو ترفض فالتصريحات فعلا متضاربة ومهند لكن قالت مصادر عسكرية في المعارضة السورية المسلحة السكاي نيوز عربيا أن عددا من ممثل الفصائل في أنقرة تسلموا مسودة قرار لوقف إطلاق النار في سوريا يتضمن البنود التالية على الأغلب هذه المسودة التركية وقف إطلاق نار في كل الأراضي السورية لا يشمل المقرات العسكرية لداعش في المناطق التي تسيطر عليها ويستمر باستمرار العملية السياسية تضمن تركيا التزام المعارضة السورية في كل المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بوقف كامل لإطلاق النار يشمل كامل أنواع القصف أيضا تضمن روسيا التزام النظام وحلفائه في كل المناطق الخاضعة لسيطرتهم بوقف كامل لإطلاق النار يشمل كافة أنواع القصف الجوي والمدفعي وتضمن الأطراف الضامنة عدم محاولة طرفي النزاع الاستيلاء على مناطق جديدة لم تكن عند دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ خاضعة لسيطرته يقترح الضامنون آلية مناسبة لمراقبة وقف إطلاق النار استنادا لمعايير الأمم المتحدة ليتم إقرارها بالشراكة بعد موافقة الأطراف والضامنين ويتم إطلاق مفاوضات سياسية للوصول إلى حل سياسي خلال الشهر من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وفي هذا الإطار في خلال هذا الشهر إدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المحاصرة وفق خطة تضمن كل من الدولة التركية وروسيا الالتزام الكامل بتنفيذها إذن مؤند هذه البنود الأساسية لكن طبعا في مطالب للمعارضة كما ذكرنا حتى بالأمس التي هي تضمين حي الوعر ومناطق في حمص وأخرى ويبدو أن الموضوع الذي تحاول أنقرة فرضه أنه وقف إطلاق النار وتثبيت كل طرف في مكانه وإدخال مساعدات حتى الذهاب إلى حل سياسي مسألة الأولى الحديث عن مناطق يسيطر عليها داعش لا تدخل ضمن وقف إطلاق النار هذا ولكن المناطق التي توجد فيها عناصر النصرة جبهة فتح الشام مشمولة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار هذا الحديث نفسه كان تركيا تتحدث عنه في أول مفاوضات عن حلب إذا كنت تذكر والروس رفضوا في ذلك الوقت وقالوا بضرورة الفصل بين النصرة وبقية الفصل دعنا نسأل ضيفنا من بيروت عن بعض هذه القضايا معنا الآن من بيروت الكاتب والباحث السياسي جاد يتيم جاد مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار نتحدث عن هذه المقترحات التي يبدو أن الأتراك مندفعون لتقديمها والروس من جهتهم حتى الآن على الأقل يقولون نحن لا نعلم شيء عن هذا الموضوع كيف نفسر أولا هذا التناقض في المواقف أولا مساء الخير لألك والزميل يوسف هذا التناقض يفسر شيء واحد أنه لا اتفاق نهائي تم التوصل إليه حتى الآن وهو في الأساس لا يمكن الادعاء بأن هناك اتفاق نهائي لأن المفاوضات قبل اجتماع الأستانة في كازاخستان متزال جارية في أنقرة مجموعة من الفصائل التي دعاها الأتراك إلى أنقرة وهؤلاء يجتمعون بشكل مباشر مع الممثلين دولة تركية سواء في الخارجية أو في المقابرات ومن ناحية ثانية هناك اجتماعات مباشرة بين الروس والأتراك كذلك في أنقرة ليس على حد علمي هناك ممثلين للنظام في أنقرة نعم الأمر الثاني في صراحة المسودة التي رأيناها يعني هي تتضمن شقين في شق منها هي لا تتخطى القرار 2254 لحتى الآن بعدنا نحكي نحن في آليات وقف اطلاق النار إدخال المساعدات عدم تقدم بعد يعني كسب أراضي بعد وقف اطلاق النار فهي بالتالي حتى هلأ ما دخلت في وضع شكل التسوية السياسية أو المرحلة الانتقالية ولكن اللافت فيها هو أمران أن من يتحدث باسم المعارضة السورية هو تركيا ومن يوقع هذه المسودة أو هذا الاتفاق عن طرف النظام نظام الأسد هو روسيا وروسيا تقول أنها تضمن الأسد وتضمن إيران في التطبيق والجديد هنا أن روسيا التي عانت لكي تستطيع فرض إرادتها على إيران وميليشيات الأسد والميليشيات الشيعية في حلب لفرض اتفاق جزئي هل ستستطيع تحقيق ذلك على كل الأراضي السورية هنا سؤال رقم واحد السؤال رقم اثنين أعتقد أن نسبة نجاح وقف إطلاق النار إذا تم الاتفاق عليها هذه المرة ولمدة شهر هي بالتأكيد أعلى مما سبق لأنه في واقع سياسي مستجد نجحت الدبلوماسية التركية في فرضه وهو جلوس يعني خلال مفاوضات حول شرق حلب تم جلس الروس مباشرة مع فصائل كانوا يصنفونها على أنها فصائل إرهابية مثل أحرار الشام وغيرها وطبعا هم تخلوا عن هذا التصنيف بالنسبة للأحرار بالنسبة لجيش الإسلام وغيرها وهنا نرى أن الخلاف سيقع وهو وقع بالفعل بين روسيا من جهة وإيران ونظام الأسد من جهة أخرى طيب السؤال هذه الفصائل المدعوة لأنقرة هل فعلا ممكن أن توافق على هذا وقف إطلاق النار لأن وقف إطلاق النار يعني بأنها لن تقاتل الجيش السوري وحلفائه ربما سيكون هناك طلب منها أن تنضم ندرع الفرات وبالتالي تقاتل داعش وتقاتل الميليشيات الكردية هل الفصائل هذه مستعدة لهذه الخطوة أنا أرى أولا أن هذه الفصائل بمجرد ذهابها إلى أنقرة هي مستعدة لذلك وأساسا هي وقعت على أمر مماثل يعني هي وافقت في إحدى الروس طرحوا عدة مقترحات خلال اجتماعات شرق حلب إحداها أن تصدر فصائل المعارضة بيانا تعتبر فيه روسيا قوة محيدة وليست قوة مساندة للأسد وقبلت هذه الفصائل ذلك الفصائل تذهب إلى هناك بعضها يعبر عن تعب الناس على الأرض بعضها إرادته يعني مرتبطة مباشرة بما تريده تركيا ولكن الجميع وصل إلى قناعة بأن الناس على الأرض تعبت وأساسا تم تشفيف مصادر السلاح والمقاومة بالنسبة لهذه الفصائل إذا أرادت أن تتخذ خيارا آخر هي بالتالي مستعدة لذلك وأنا أرى إذا تم تريح المكون السني في هذه العملية أثبت أنه الأكثر شراسة في قتال العنصر الكردي وكذلك العنصر الداعشي وهذا مكسب سيكون لروسيا ولتركيا معا يعني ما أرى أن هذه المفاوضات سواء انتهت إلى نجاح أو إلى فشل هي تكرس حيث يتجه ليكون استراتيجيا بين تركيا وروسيا في سوريا وأنا أرى أن الشريكان الجديدان في العملية السورية هما يتجهان إلى صدام فعلي على الأرض كذلك مع إيران في سوريا لكن يبقى السؤال هل يمكن إكمال هذه العملية بدون الولايات المتحدة الأمريكية هذا سؤال هام جدا والسؤال الآخر جاد هو يتعلق بالمعارضة السياسية يعني على ما يبدو في الأوذة الأخيرة المعارضة السياسية مفصولة تماما عن هذا المسار التفاوضي أو هذه المشاورات التي تجري في أنقرة مع أنه اليوم سمعنا من السيد رياض حجاب يعني شيء يقول بأنه يدعو الأطراف ويدعو الفصائل إلى الالتزام بالجهود الإقليمية والاستجابة لها هل المعارضة السياسية بالفعل بعيدة عما يجري اليوم في أنقرة يعني المعارضة السياسية هي كلما زاد البعد الزمني عن عام 2011 المعارضة في الخارج لا تمثل الأرض أكثر فأكثر زد على ذلك أنه حتى حين نجحت رياض حجاب والهيئة المفاوضات العليا في تثبيت وقف إطلاق النار في العام 2015 لمدة شهر نجحت ذلك لأن القوة التي لها نفوذ على الفصائل على الأرض تدخلت وأرادت إنجاح وقف إطلاق النار هذا الآن لم تعد لا تركيا ولا دول أخرى قطر ولا السعودية ولا أي دولة أخرى تختبئ خلف هيئة العليا للمفاوضات هناك إحساس بأن الأمور وصلت إلى نقطة حاسمة بأن المفاوضات لم تعد مجرد لعبة بأنها يمكن أن تؤدي فعلا إلى مرحلة سياسية جديدة فالأطراف الإقليمية دخلت مباشرة يعني نحن نرى من يقرر مصير حلب وغيرها من الوضع السوري هناك اجتماعات مباشرة بين تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة غائبة عنها بحكم الانتقال الرئاسي ولكن صارت الأطراف تجتمع مباشرة خلعت القفزات لم تعد بحاجة إلى أقنعة لم تعد أنا آسفا أقول ذلك طبعا ولكن هذا الحال الآن وخصوصا المرحلة الأولى هي مرحلة امساك الأرض هل الهيئات السورية المعارضة في الخارج تستطيع امساك الأرض بدون قوى الإقليمية؟ كلا أيضا بالعودة للنقطة التي طرحها مهند وهي موضوع جبهة النصرة من المفروض أن جبهة النصرة وداعش يتم محاربتهم لكن جبهة النصرة هي التي تسيطر على المناطق الأكثر يعني إذا بنقول أن المعارضة مساحات التي تسيطر عليها أقل كثيرا عندنا درع الفرات وبالتالي المساحة الأكبر للنصرة ثانيا هل يؤدي هذا إلى تقسيم في سوريا إلى فدراليات مواقع يصبح هناك هيمنة تركية، هيمنة روسية، هيمنة إيرانية وشيء للنظام وبالتالي نتجه إلى شيء من الفدرالة على الأرض بشكل مباشر نعم هناك بالنسبة للنصرة هناك داعش، هناك النصرة وهناك كي لا ننسى تنظيم جند الأقصى الذي هو فعليا تنظيم داعش وضمته النصرة أو جبهة فتح الشام مؤخرا ما سيحصل برأيه هناك فصائل لم تدعى إلى أنقرة قبل اجتماع الأستانة ومنها بالطبع النصرة وهناك فصائل لم تدعى لأن أنقرة وافقت على اعتبارها إرهابية وهناك فصائل لم تتم دعوتها لأنها مشاكسة مثل حركة نور الدين الزنكي على سبيل المثال ولكن الزنكي وضع مختلف نحن نتكلم عن النصرة أو داعش هناك قرار يعني الاتفاق في حلب كان بين الأتراك والروس أنخذوا حلب والروس يعطون ضوء أخضر للأتراك تقدم صوب الباب ومنبش هذا ما يحصل حاليا الاتفاق الثاني بعد حلب والذي تكرس بين روسيا وتركيا أن تركيا ستقوم بفصل الفصائل الجيش الحر والفصائل الإسلامية المحسوبة على الأتراك عن جبهة النصرة وبالتالي يمكن لروسيا سيكون لها حق التصرف مع جبهة النصرة خصوصا نحن نتكلم على إدلب بعد إدلب يمكن لروسيا القول أنه تم الانتهاء من جبهة فتح الشام لأن هذا معقلها الأساسي وسيصبح التركيز على داعش وهنا برأيي النقطة الأساسية في إدلب وهذا ما سنراه وهذا ما ستفعله تركيا يعني فعليا من دعوا إلى أنقرهم هذه الفصائل بالنسبة لسؤال التقسيم هل يمكن أن يكرس وقف إطلاق النار إذا تم الاتفاق عليه تقسيما هو فعليا اللافت فيه أنه ينهي الحلم الحسم العسكري بالنسبة لإيران ولكن إذا لم تعقب وقف إطلاق النار كما نصت التسريبات والاتفاقات السابقة وكما قال إعلام موسكو يعني لم يليه عملية سياسية مباشرة خلال هذا الشهر من وقف إطلاق النار ستتكرس خطوط وقف إطلاق النار طويلة الأمد على غرار ما جرى في الحرب الأهلية اللبنانية حين جرت الحرب في سنة وتكرست خطوط وقف إطلاق النار لأربعة عشر سنة وفي سوريا الوضع أخطر لأن خطوط وقف النار هي خطوط طائفية وأثنية في بعضها شكرا لك جاد يتيم الكاتب والباحث السياسي كان معنا من بيروت شكرا لك